في هذا السياق أعرب معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة عن شكره للأخوة المواطنين والمقيمين على تفاعلهم واستجابتهم للإيجابية للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية اللي كان الأثر الأكبر في الحد من الظواهر السلبية وخروج الاحتفالات بالمظر الحضاري المشرف لاحتفال دولة الكويت بالأعياد البطنية كما أثنى على دور منتسبين الوزارة وعلى رأسهم وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف الصباح على جهدهم وحسن التنظيم والتنسيق والأعداد للإجراءات الأمنية لتأمين الاحتفالات الوطنية للبلاد متمنيا دوام الأمن والأمان لوطن الغالي الكويت أمين من جانبه بعث وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف الصباح برقية شكر إلى عموم منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد وأبناء وبنات المتطوعين بمناسبة نجاح عمليات تأمين فعاليات الاحتفالات الوطنية وتحملهم أمانة المسؤولية بكل تفان وإخلاص